بسم الله الرحمن الرحيم تحقم فهمك 4 يتغير طول الظاهري الجسم عكسيا مع بعد النظري للجسم إذا كان بعد الأرض عن الشمس 90 مليون ميل تقريبا وبعد المشتري عن الشمس 480.6 مليون ميل فكم مرة سيبدو طول قطر الشمس أكبر عند النظر إليه من الأرض بقرارة أن بطول قطرها عند النظر إليها من المشتري رح نرمز للطول الظاهري بـ L والبعد رح نرمز له بالرمز D طيب إذا كان بعد الأرض عن الشمس 93 مليون إذن بعد D1 ميل تقريبا وبعد المشتري عن الشمس 480.6 إذن D2 فكم مرة سيبدو طول قطر الشمس الأكبر عند النظر إليها من الأرض مقارنة بطول قطرها عند النظر إليها من المشتري إذن المطلوب المقارنة بين طول قطر الشمس من الأرض اللي هو L1 على طول قطرها من المشتري اللي هو L2 طيب هنا يتغير الطول الظاهري مع بعد النظر إذن الطول على البعد ساوي L على D عكسيا إذن رح تكون 1 2 2 1 نبدأ بالتعويض L1 قيمتها طبعا مجهولة L2 طبعا مجهولة أيضا D2 قيمتها 483.6 D1 93 نبدأ الآن بضرب 93 في L1 93 L1 يساوي L2 في 480.6 483.6 L2 طيب أنا نقسم على 39 هنا نقسم على 39 هذه تروح مع يساوي L1 يساوي 483.6 L2 طيب نحن بناصل الصورة هذه إذن رح نقسم على L2 ونقسم هنا على L2 L2 تروح مع L2 إذن L1 على L2 يساوي 483.6 تقسيم 93 5.2 إذن 5 مرات سيبدو طول قطر الشمس أكبر عند النظر إليها من الأرض مقارنة بطول قطرها عند النظر إليها من المشتري ترجمة نانسي قنقر